يتجدد الجدل كل عام في أوساط علماء الفلك حول قضية استطلاع الهلال استعدادا لاستقبال أول أيام شهر رمضان. وفيما تعتمد بعض الدول استطلاع الهلال شرطا لتحديد موعد حلول شهر الصوم. تعتمد دول أخرى الحسابات الفلكية لتحديد موعد حلول رمضان. فهل اختلاف الدول الإسلامية في اعتماد بداية شهر رمضان دليل على عدم وحدتها؟ وهل يمكن الوصول إلى اتفاق بين تلك الدول على بداية شهر الصوم؟ الاثنين أم الثلاثاء جدل يتجدد سنويا بين أوساط علماء الفقه والفلك حول الموعد الصحيح لبدء شهر رمضان. وفيما تقتض الأسواق على امتداد العالم العربي والإسلامي بروادها الذين بدأوا قبل أيام في شراء السلع والمستلزمات الخاصة برمضان من مواد غذائية وأغراض احتفالية وبعض ألوان الزينة التي تتزين بها المنازل احتفالا بحلول شهر الصوم يظل الجدل يخيم في أوساط علماء الفقه والفلك لحسم إشكالية سنوية متجددة حول التحديد الدقيق لبدء أول أيام شهر رمضان. ورى فريق من العلماء أن أول أيام الصيام سيكون يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من مارس لتصبح عدة الشهر تسعة وعشرين يوما يرى فريق آخر أن يوم غد الاثنين يشكل بداية شهر رمضان الذي يستمر ثلاثين يوما واستنادا إلى السنة النبوية المعتمدة لدى المسلمين لاستطلاع هلال رمضان يتم تحر الهلال عند غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان وعليه يصوم المسلمون إن تمت رؤية الهلال فإذا لم تتم رؤية الهلال فلابد من إتمام شهر شعبان ثلاثين يوما وبينما تعتمد بعض الدول للحسابات الفلاكية بدلا من استطلاع الهلال تشترط بعض الدول رؤية هلال رمضان لكن ونظرا لأن الرؤية ترتبط بمتغيرات مثل حالة التقس التي قد تحجب مشاهدة الهلال يحدث الخلاف السنوي وبحسب موقع العين الإلكتروني فإن الحسابات الفلاكية لهذا العام التي رصدها مركز الفلاك الدولي بالإمارات فإن رؤية الهلال اليوم العشر من مارس ستكون متعذرة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب ووفقا لمركز الفلاك الدولي سيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول التي لا تشترط الرؤية الصحيحة للهلال شهر رمضان يوم غادة الاثنين الحادي عشر من مارس للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد الباحث الاجتماعي ولي الخفاجي أهلا بك معنا نفهم منك أكثر ما هي الأسباب التي تقف وراء اختلاف موعد حلول أول أيام شهر رمضان بين الدول العربية والإسلامية نعم تحية إلى حضرتك ونهني كل المسلمين في العالم على قدوم شهر رمضان مبارك ونتمنى أن تكون الوحدة في الكلمة حقيقة قضية رؤية الهلال وقضية الاختلاف الموجود هي ليس وليدة اليوم يعني أنا كبير بالعمر أشوف نفسي ما فد يوم وجدت بالعراق إلا على عدد الأصابع بأن اتفقت السنة والشيعة على رؤية هلالة وعيد موحد يعني حسنا اليوم باتشر غداً راح تكون رمضان للسنة السؤال يفرض نفسه هل إن الهلال يرونه السنة ولا يرونه الشيعة أو بالعكس إذن قضية مو قضية في بعض الأحيان الرؤية وإنما هناك اختلاف بالآراء واختلاف في تفسيرات بعض النصوص سواء كانت نصوص قرانية ونصوص اجتهادية أو نبوية نحن عدد مسألة الدين هي مسألة لا يوجد فيها خلاف يعني حتى لو وجد اليوم أو نظره الشيعة سنكون بصراحة نحكي اليوم إنه الخلاف سنة والشيعة عندما ينظر اليوم وينظر هلال يشوفه ينتظر المرجع هل يقول غداً رمضان أو غداً ليس رمضان إذن هي القضية كما يقول الإمام ابن حنبل العقيدة تسليم ومن تمنطقة فقد تزندق هذا يذهب مع هذا وهذا يذهب مع هذا في الدين فقط لأن هناك تسليم إلى إمام مثلا بعض الناس من يقلدون هذا الشخص وهذا الشخص ومنهم ما يسمى الولاية وغيرهم يعني على سبيل المثال في نفس المذهب في بعض خلافات مثلا مرجعية السيد الخوئي قدس الله السرع قديمة كان في النجف الأشرف يقول إن الهلال يرى على طريق الأفق يعني مثلا هذا الأفق إذا إحنا موجودين هنا وأمريكا شافوا نفس الأفق عادي تمشي ولكن تلميذة السيد السستاني لا يرى لا يعمل قضية الأفق وإنما يعمل في قضية الرؤية المباشرة وهكذا إذن هي خلافات ليس خلافات تعاملية وإنما اجتهادا للناس وتفسير إلى بعض النصوص الموجودة إذا ما دخلنا في التفاصيل أكثر ونحن نعلم بأنه في العراق موضوع الانقسام بين مرجعيات السنة والشيعة ولكن يعني بطريقة مبسطة أكثر يعني ممكن أن نفهم جيدا ربما أن تختلف بداية شهر رمضان بين بلد وبلد آخر يكون هناك مساحة أو مسافة جغرافية بينهما لنقول بين باكستان والمغرب مثلا ولكن بالنسبة لهذه الدول المتقاربة أو المتلاصقة كيف يمكن أن نفهم ذلك هل يعزى أيضا ربما لأسباب سياسية أو ربما لتباين وجهات نظر سياسية تضغى في نهاية المطاف على تحديد هذا اليوم الذي من المفترض أن لا يستنزف كل هذه الجهود وأن يكون هناك ربما نوع من الانسجام فيما يخص تحديد هذا اليوم لدى الجميع نعم لا نبعد القضية السياسية الموجودة سواء كان من هذا الطرف وهذا الطرف لنحن نعرف بأن لا ننكر أن وجود هناك خلاف بالتفسيرات يعني منذ اليوم الأول لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو انشق المسلمين إلى رأيين رأي هنا ورأي هنا ومن ذلك الزمان وهو الرأي هذا تفسير يفسر على رأيه وهذا يفسر على رأيه صحيا النتيجة واحدة ولكن هو هذا اللي يقدم جاهزا كل سنة إلى المسلمين السؤال الذي يفرض نفسه نقول مثلا قضية الهلال هي قضية فلكية لو أعزينا هذا الأمر إلى علماء الفلك يا بنتم عندكم أجهزة وشوفونا الإهلال يطلع اليوم لا يطلع هل يتفق الطرفان أنا في رأيي لا يتفق الطرفان لأن كل شخص أو كل طائفة هي متمسكة برأيها ومتمسكة وتعتقد أنها الصح والطرف الثاني خطأ أو مثل ما نقلنا كثير من الاجتهادات وكثير من الأراء التي سارت عليه الشعوب من ذلك اليوم إلى هذا اليوم ولفت سيد ويير خفاجي بأنه كانت هناك محاولات عديدة لمجموعة كبيرة من الدول الإسلامية منذ عام 1966 لتوحيد الرأي حول تواريخ محددة لصيام شهر رمضان وحتى الاحتفال بالأعياد الدينية الآن إلى أي مدى وبما أننا نتحدث عن السيطرة السياسية إلى أي مدى أيضا تحسم السلطة السياسية أمر البت بتحديد أول يوم في شهر رمضان على سبيل المثال في حال فعلا تعذرت رؤية الهلال من من يكون قادرا على رؤيته أو بالطرق المعتادة بشكل عام أنا لا أعتقد أن القوة السياسية تستطيع أن تتدخل في هذا الموضوع من باب الحريات ومن باب أن القضية الدينية هي قضية روحية قضية اعتقادية لا تدخل بها السياسيين لذلك نحن ونتكلم عن بلد العراق متفهمة الوضعية السياسية فنرى دائما القادة السياسيين يعطون أيام أضافية لغرض هذا الاختلاف يعني مثلا عيد الفطر ثلاثة أيام ينطون خمسة يقول لك حتى كل الخلاف هو راح ينتيب هذا القضية فإذن أنا اعتبر من باب الحرية التفسيرية نصح التعبير الحرية الدينية وكل يعمل على شاكلته كما يقال البعض يرى بأنه بإمكان العلم بطبيعة الحال أن يوصل الإنسان إلى الفضاء ما المانع أن يتم اللجوء إلى العلم أيضا لتحديد يوم موحد بعيدا ربما عن أي خلفيات دينية أو حتى خلفيات سياسية تحدثنا عنها نعم أنا قلت في بداية الكلام لو أعزينا هذا الأمر إلى علماء الفلك ويكون محايد لا هذا ولا هذا أقول لهم يعب اليوم الحلال أكيد سيصير اختلافيا نرجع نقول هناك بعض المرجعيات من تؤمن بقضية النظر بالآية الكريمة من شهد منكم والشهر فليصمه بعض التفسيرات اللي يشوفها بالعين وبعض التفسيرات تأخذ قد طريقة الأجهزة والتيلسكوب ومع ذلك نحن عدة مثلا بالمنثب الشيعي بعض الفقهاء لا يعتقد بقضية الجهاز إلا بالعين المجردة والآخر العكس إذن هي تبقى قضية خلافية ما دام هناك نصوص ثابتة يتوارثها جيل عن جيل وعالم من عالم آخر ولي الخفاجي من العاصمة العراقية بغداد الباحث الاجتماعي أشكرك جزيلة شكر ترجمة نانسي قنقر